احلى 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 صباح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شارع سلفريتا البانورامي الثاني في النمسا هذا موقعه كأنك رايح من انسبروك كأنك رايح الى سويسرا قبل طبعا قبل الحدود على اليدك اليسار يجيك الشارع هذا بس طبعا شوفوا الشارع البانورامي اللي قريب من بادقاستين اللي اسمه هذاك افضل احلى بس انا لازم اصور الاثنين اذاك جد يعني قد زرتي من قبل وشهر عشرة اللي طاف من تقريبا من من ست او سبع شهور ست شهور تقريبا لما جيت هالمكان الدنيا كلها بيضا فكان كان من الخطورة اني اني اصورها شوفوا حين كيف نص نص الثلوج كلها دابط عموما هذا الشارع انا كنت اصوره من قبل لكن ما ما توفقت قبل هذا اليوم ان شاء الله اللي 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 كتب لي في اني ازوره تاريخ اليوم اربعة عشر خمسة الفين وست عشر ودرجة الحرارة تراوح بين عشرة وكل ما اصعد فوق طبعا تنزل لكن على الارض تحت عشرة الى ثلاثة عش في هاليوم هذا هذا هو الشارع البنورامي الثاني بنشوف هذا الشارع وبنكتشف اسراره معاك محين خلونا بس اه اللي نحن ما في شي شجع شوفو خلنا نطلع فوق وبنمر على الثلج وبننزل من الثلج وبنشوف تحياتي للجميع التغاطة مرة ثاني لاحظوا يا اخوان الشارع كيف يدخل من البرودة الفرق اللي عندنا هنه يدخل من الحرارة وهنه يدخل من البرودة سبحانه في كل تل حالتين يدخل سواء من الحرارة او من البرودة عموما نحن طالعين احين فوق 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 وكل مال الثلج يزيد شوفو لاحظو ولين احين ما وصلنا للقمة طبعا نواصل للتصوير الطريق ما في شي شجع مثل ما توقعت افضل عنه لا ما 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 في شي شجع الواحد لك ان هوا الفرول و ما يسوي هذا الفرول و ما يسوي نواصل نواصل لأنه أصلا نبقي أزور بعض الغرة القريبة من هالمكان فقلت بالمرة أمر للشارح هذا تحياتي تحياتي للجميع نواصل نواصل التغاطة بانورامية ساحرة نمساوية التغاطة في الطريق كثير من الشلالات قبل مدخل الشارع البانورامي شوفوا هذا الدرجة كانوا الناس يركبون عبر يولهم لين الغمة وبعدين سووا لهم التلفريك تقريبا 1670 درجة لين الغمة فوق هذا قبل هذا الدرجة قبل شارع السلفريتا التغاطة التغاطة على الطريق من النمسا الساحرة هذي بركة شوف العالم كله يرسين يصيدون سماك فيها حوالينها نحن نحن من الغرب ورايحين كأننا قريبين من الحدود السويسرية النمساوية وهذه اللي تغاطة على الطريق شوفوني أصور العالم كله ما تصور مدينة بولدنز هذا المصنع ميلكا لكنها ليست مفتوحة للزيارة يسمونها المدينة التي تتنفس الكاكاو رائحة الكاكاو قريبا من المحطة الغطارات ملاصق لمحطة الغطارات هذا هذا مدينة صغيرة مدينة صغيرة بولدنز نمساوية طبعا وكلما تقرب من هذه الغرب تقرب من الحدود السويسرية والأعمال الجارية في الشارع المشاة هذه المدينة التميز وجود مصنع فرع من أفرع مصانع ميلكا الماركة المشهورة البنفسجية لدي المصنع فقط ليس لزيارة هذه كنيسة المدينة قرية بلودنز النمسا كنيسة المدينة لا تريد أن تدق لنا هذه كنيسة المدينة مدينة صغيرة ترجمة نانسي قنقر